لم تنطل ألعب السلطة والتسويفات والترضيات ومحاولات الدعاء الثورية على الشعب الجزائري فقد جاء الرد في الجمعة الثالثة والخمسين في تحدي أسطوري للحصار واستعراض ثوري غير مسبوق وردود مفحمة على بهتان السلطة ففي عشية الذكرى السنوية للثورة الشعبية دخل الجزائريون العاصمة من كل حدب وصوب وخرقوا الحصار المطبق في دعوة لمواصلة الحراك المظفر حتى تحقيق مطالبه الثورة الشعبية لم تحاصرها حواجز الدرك والشرطة فكانت كسيل العارم يسلك كل الدروب الوعرة ويجرف كل الموانع يوم تاريخي آخر يضاهي أيام الثورة السلمية لتجديد البقاء على العهد والوفاء بالوعود وكالعادة احتجوا سلميا على قلب رجل واحد وهتفوا بلسان واحد من الحدود إلى الحدود ومن البحر إلى الصحراء تتنحى وقع نجحنا في وحدتنا نجحنا في تسيير تنوعنا الإيديولوجي والفكري والسياسي نجحنا في البقاء في السلمية نجحنا في البقاء في المستوى الشعبي أننا أمام حركات شعبية الشعارات التي رفعها الحركيون كانت الكلام الوافي والرد الشافي بل إن الوعي برمزية هذا اليوم دفع المتظاهرين إلى رفع شعار أشعار الحارق الفارق بين فولكلور السلطة السياسي وصرامة العزم الثوري أصوات الشعب وهتفاتهم كانت ردودا مختصرة جمعة مفيدة بلغة على تصريحات الرئيس جملة وتفصيلا رئيس ما زال يواصل اشترار التهم قيادة الأركاء ترجمة نانسي قنقر